سين يوجد بالقرب من منزله بقالة ويقوم بطلب ما يريد منها ويؤخر تسليم الثمن إلى أجل معلوم فهل يعتبر هذا من ربا النسيئة؟ علما بأن الباء عراض بأي طريقة تم الدفع بها عاجلا أو آجلا فما الحكم في ذلك؟ جيم ربا النسيئة هو بيع ربوي بربوي آخر من غير تقابض في المجلس فيبيع ذهبا بفضة أو تمرا بشعير آجلا من غير تقابض في المجلس وشراء الأشياء من البقالة مع تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيها الربا ستة أصناف الذهب والفضة ويلحق بهم الآن النقود والتمر والبر وهو القمح والشعير والملح وما قيس عليها من المكيلات أو الموزونات وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها فالقسم الأول الذهب والفضة وما ألحق بهما من النقود والأوراق المالية والقسم الثاني البر والشعير والتمر والملح وما قيس عليها كالأرز والذرة ونحوها فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئا من القسم الثاني بشيء من القسم الأول كما لو كان يشتري تمرا بنقود فلا يجري بينهما الربا فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيرا وأخر دفع ثمنه ورهن عنده ذرعاه وعليه فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا نسيئة والله أعلم